بسم الآب والإبن ورحمة قدس الله الواحد أمين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا آية في حكاية والآية بتاعتنا النهاردة جات في سمويل الأول أصحاح 16 عدد 7 يقول فيها الكتاب لأن الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فأنه ينظر إلى القلب والآية دي كان قالها صمويل النبي لما كانوا بيبصوا لشاول النبي شاول الملك عشان يختاروه فالشعب اختار واحد راجل كبير وطويل وقوي فرح قال لهم صمويل النبي الآية دي قال لهم أن ربنا مش بينظر للعينين لكن بينظر إلى القلب وهكلمكم النهاردة عن إزاي العين في العينة بتغدع أحكي لكم قصة جميلة عن قديس غريغوريوس العجايبي قديس غريغوريوس العجايبي ده كان أسقف وفي يوم من الأيام دعوه في منطقة من المناطق المسؤول عنها في الخدمة علشان يقيم ليهم كاهن يرسموه فراح الكنيسة ولقى الشعب مجتمعين ومجمعين كم واحد ومختلفين عليهم مين فيهم يصلح أنه يكون كاهن للكنيسة دي ويرعاه فبدأ كل واحد فيهم من المرشحين للكهنوت كل واحد فيهم يقول إيه إمكانياته إيه خبراته إيه معرفته وهو شايف نفسه ليه هو بيستحق لهذه الردبة يعني وكل واحد فيهم مع مجموعة مزكياه ومرشحاه وبتدعمه يعني فالقديس غريغوريوس ما انبسطش بالمنظر وقال لهم كل اللي انتوا جايبينهم ناس مثقفة ومتعلمة تعليم كبير وشاطرين وحلوين ولكن ليه ما فكرتوش تبصوا في الناس العامة بتاعت الشعب العادية مش ممكن يكون فيهم واحد غني بالروح فواحد من الناس الكبار بقى في الكنيسة دول يعني اللي بيقولوا عليهم كده وكان ليه سلطة كبيرة في الكنيسة دي تقال لقديس غريغوريوس انت مش عاجبك كل اللي جايين مقدمينهم واختارهم شعب الكنيسة كله خلاص لو مش عاجبك دول نروح نجاب لك اسكندر الفحام وسكندر ده كان رجل غلبان وكان بيشتغل في الفحم فالقديس غريغوريوس ما عداش الكلمة واعتبرها كما لو كانت صوت من الله وقال لهم طب هتولي اسكندر الفحام فطبعا اتدايقوا واضغازوا جدا وفيه ناس طبق مع قديس غريغوريوس راحوا جابوا اسكندر الفحام فشافوا قديس غريغوريوس هو داخل في الكنيسة بهدوم بسيطة غلبانة وقديه ووشه وهدومه كلها مليانة مكان عمله الفحم وفيها سواد وكده ولكن قديس غريغوريوس كانت نظرته مختلفة عن نظرة كل الناس فشاف فيه اسكندر الفحام انسان بسيط لا يهتم بجمال الجسم فخده قديس غريغوريوس وتكلم معاه لوحده فاكتشف فيه انه انسان مليان بالمعرفة الروحية والحكمة والادب الروحي ويعرف كتير في كتاب المقدس ويسير القديسين فارتاح قديس غريغوريوس انه يرسمه كاهن وفعلا اسكندر الفحام هو اصبح كاهن هذه الكنيسة ويستشهد على فكرة انتهت حياته بالاستشهاد بالحرق بالنار ابونا الاكسندر دوت اللي كان شغلته فحام واصبح كاهن ونتعلم من الاية ومن القصة بتاعت النهاردة لا ننظر الى العينين بل ننظر الى القلب واحسن لو ما حكمناش خالص طالما ما نعرفش لان الله نظرته غير نظرتنا كل مرة وانتم طيبين لربنا المجد دائما ابدا ينأمين تركوا في القناة